دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوال يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك حرمة الفرقان اشرح به صدري لمعرفة الهدى وأجر به جسدي من النيران يسر به أمري وقض مآربي أصلح به شأني وأحي جناني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني من حيرة الخذلان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني الحمد لله الحي القيوم هو الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء وزينها بالنجوم وثبت الأرض بجبال في التخوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المعصوم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهد أبالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع برنامج هذا ديننا كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية جميعا بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان شهر الصيام إذن ينبغي أن نتعلم كيف نصوم ونحن ندخل على أعتاب هذا الشهر الكريم الصيام هو إقلاع أو امتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ينبغي أن نعرف أن للصيام ركنين أساسيين لا يصح الصيام بدون أي منهما النية والإمساك إذن الواحد لازم ينوي الصيام طيب هل معنى كده أني لازم أتلفز بالثاني وأقول نويت الصيام غدا لا النية محلها القلب لا يلزمك التلفز أو النطق بالنية لأن النية محلها القلب ومجرد أن أنت تقوم تتناول طعام الصحور دينية لأن أنت بتصحر علشان تصوم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول تصحروا فإن في الصحور بركة فده معناها أن أنت ناوي تصوم ويجوز أن أنت تجمع النية للشهر كله فتقول في نفسك نويته صيام شهر رمضان من أول ليلة في ليالي رمضان تجمع الصيام تجمع النية لصيام الشهر كله لكن الإنسان يمتنع عن المفترات بدون نية لا الصيام كده مش صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل يعني الإنسان لازم يجمع النية من الليل أنه هو حيصوم حتى لو بقلبه ناوي أنه هو يصوم وده بنقول النية الليلية دي مطلوبة في صيام الفريضة اللي هو صيام شهر رمضان لكن في النفل يجوز أن أنت تنوي بالنهار فقد روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته ظهرا في الأيام العادية في غير رمضان فيسأل أهله هل عندكم طعام؟ فإذا قيل لا قال إني صائم إذا ممكن تنوي بالنهار في النفل لكن في الفريضة من الليل طيب إحنا عندنا قاعدة فقهية بتقول النية الفاسدة تفسد العمل الصالح ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد يعني إيه النية الفاسدة تفسد العمل الصالح؟ من المعروف أن الصيام عمل صالح لكن لو افترضنا أن فيه شخص مسافر بكرة وسمع من الأرصاد والطخص أن الجو هيكون شديد الحرارة فقال في نفسه بنيته أنا حفطر بكرة لأن أنا مسافر وليه رخصة إذن كده نيته إيه؟ صيام ولا فطر؟ لا فطر هو نوع أن يفطر لكن لما أصبح في اليوم التالي إطلق أن الجو معتدل وأن الصفر سهل وأن الصحبة اللي معاه كلهم صايمين فصاموا امتنع عن الطعام والشراب وأمسك لغاية لما المغرب أزن هو امتنع عن الطعام والشراب فعلا وأمسك لكن الصيام فاسد طب فاسد ليه؟ لأنه فقد ركن أساسي اللي هو النية إذن لابد أن تكون النية منعاقدة لو نوى الفطرة بالطريقة دي هيكون صيامه غير صحيح زي اللي بيعمل في عمل شاقي مثلا ونوى أنه هو يفطر علشان عارف أنه بكرة هيكون الجو شديد الحرارة وقال حموت من العطر وبعد كده تلقى الأمور ميسرة فصام الصيام غير صحيح لذلك إحنا دايما بننصح الناس اللي مقبلين على صفر أو اللي عندهم عمل شاق واحد شغال في فرن شغال في مصنع شغال في جو وممكن يكون شديد الحرارة ممنوع أن أنت تنوي الفطرة أنت تنوي الصيام والتمس من الله عز وجل العون والمدد إذا اشتدت بك الحال وخشيت على نفسك الهلاك يعني أنت شغال في وسط معدات شديدة الحرارة ولقيت نفسك هتموت من العطش هتوصل لدرجة الهلاك هتاخد من الماء ما يكفيك بس فقط يعني ما تقعدش بقى تشرب وتاكل وتفسد الصيام خالص لا هو الصيام كده هيكون فاسد لكن عشان ما تأسمش وتحافظ على حرمة رمضان تاخد من الماء ما يكفيك لضر الهلاك أو لدفع الهلاك عنك وبعدين تكمل يعني تمسك لنهاية اليوم وعليك القضاء قضاء يوم مكان هذا اليوم لكن إننا استسهل وأنوي إننا أفطر وأبوز الصيام بتاعي بالنية الفاسدة لا كده ما ينفعش إذن النية ركن أساسي عندنا الركن الثاني الإمساك معناه الامتناع عن الطعام والشرب والجماع والمفطرات والشهوات طب من إمتى الإمتى من طلوع الفجر إلى وروب الشمس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل طيب عندنا وقت لازم نتحرط دقة فيه لأن الإنسان لو أخطأ في الوقت ده بيكون الصيام فاسد يعني مثلاً واحد قاعد يتصحر وظن بقاء الليل هو قاعد يتناول الطعام والشرب ومعتقد ما سمعش الفجر الفجر أزن بس هو ما يعرفش وما سمعش أزن الفجر واستمر في الأكل والشرب وبعد كده بيفتح الشباج بتاعه أو البلكونة فتفاجئ إن الشمس بدأت تطلع والنهار بدأت يطلع فعرف كده إن الفجر أزن وهو ما سمعوهش هو ما يعرفش هو أكل خطأ هنا الصيام فاسد لكن هو لا إسم عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال روفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه فهو مش عليه إسم لكن الصيام فاسد وعليه القضاء عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم بالضبط زي اللي كان صايم وجاه قبل المغرب بفترة أو بلحظات سمع أزان وهمي يعني أزان مثلاً في هاتف جوال أزان في محطة بعيدة غير المحطة بتاعت بلده سمع أزان غير الأزان الحقيقي فاعتقد أن المغرب أزن فشرب أو أكل طمرة في الحالة دي هو ما يعرفش هو أخطأ لذلك ما فيش عليه إسم لكن بعد كده تبين أن المغرب لسه لم يؤزن بعد في هذه الحالة بنقول أن الصيام فاسد وعليه القضاء ولا إسم عليه لو افترضنا أن واحد مسافر وراكب طيار ركب الطيارة وهو واقف في المطار الطيارة لسه واقفة في المطار المغرب أزن وتلاقي الشمس غربة فشرب وأكل وأفطر بعد كده على طول الطيارة أقلعت وطارت لما طارت الطائرة وأقلعت إلى طبقات الجو العليا شاهد الشمس مرة أخرى يبقى ده موقفه إيه هو موقفه أن الصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه أفطر في المكان اللي الشمس غربت عليه فيه فلو شاهد الشمس بعد كده ما فيش فيها مشكلة هناخد اتصال من أم عبدالله ونكمل إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسلام أم عبدالله فضل يا فندم أهلا بيه أنا ينشوك حامل وجات لي رؤية باسم عبدالله رؤية بتقول أنا عبدالله تماما أتني الكتاب هذه رؤية باسم عبدالله ولا رؤية بأنه يعني إن شاء الله هيطلع صالح وطاقي وحمل القرآن ربنا شكرا عبدالله أتني الكتاب وأنت أنا بكمل الآية شكرا يا أم عبدالله ماشي الأخت الكريمة حامل وسمعت في المنام هاتف بيقرأ الآية الكريمة في سورة مريم قال إني عبدالله آتاني الكتابة واجعلني نبيا دي فيها بشرة وفيها رسالة البشرة إن إن شاء الله المولود اللي هترزق به هيكون مولود صالح هيكون من عباد الله المتقين فأبشري بهذا الأمر وأعيذيه بالله من الشيطان الرجيم وأما حتة الإسم إني عبدالله فده مش معناها إنه لازم يسمى عبدالله لكن معناها إن انت هتربيه على الطاعة وعلى عبادة الله إن أردت إن انت تلتزم بالإسم الإسم طيب لأن خير الأسماء ما حمده وعبت فإن أردت إن انت تسميه عبدالله فهذا لا بأس به إذن احنا تكلمنا عن أركان الصيام وقلنا أركان الصيام النية والإمساك طب إيه مفسدات الصيام أو مبطلات الصيام عندنا حاجات لازم نحذرها أول حاجة الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان طبعا الإنسان اللي بياكل أو يشرب عمدا بدون عزر في نهار رمضان بيزن بزنب كبير يعني مش معناها إن الصيام فاسد بس وقضي يوم مكانه لا ده بيبقى فيه زنب عظيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في رمضان بغير عزر لم يجزئه صيام الضهري ولو صامه حتى لو صام العمر كده مش هيعرف يعوض اليوم اللي في شهر رمضان فإذن يجب أن نحذر الأكل أو الشرب عمدا للأسف ممكن نلاقي إنسان مستهتر ممكن يفطر علشان يشرب سجارة ممكن يفطر بدون عزر ممكن يفطر كأنه نوع من الدلع لكن ما فيش عزر شرعي طبعا دينا دين سماحة لما يكون الإنسان مريض أو أو مسافر أو حامل أو مرضع أو طعن في السنة ويقدر على الصيام ولا يصوم ده بيزن بزنب عظيم وطبعا الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان بيفسد الصيام ويأثم صاحبه إثما عظيما وعليه القضاء يعني عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم اللي هو أفطر لكن اللي بيأكل ويشرب هو ناسي في رمضان ده صيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ناسي وهو صائم في رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يبقى إحنا عندنا الأكل والشرب ببتلت أنواع في عمدا وسهوا وخطأ عمدا ده عليه زنب عظيم والصيام فاسد وعليه القضاء طيب لو سهوا لا قضاء عليه والصيام صحيح طيب خطأ زي اللي قلنا اللي سمع أزان غير الأزان الخطأ ده لا إثم عليه لكن عليه القضاء لأن الصيام بيكون فاسد غير صحيح وعليه القضاء لكن لا إثم عليه مثل من يأكل أو يشرب عمدا في نهار رمضان المفطر الثاني ما كان في معنى الأكل أو الشرب ممكن الواحد ما يتناولش عن طريق الفم طعام أو شرب لكن ياخد محالين مغزية زي محلول الجلوكوز أو محلول الملح أشياء بتنقل غزاء إلى الجسم أو مثلا أعزكم الله الغسيل الكلوي ده طبعا بيتم سحب الدم من الجسم وبيدخل دم جديد مصحوب بمواد غزائية أو مواد مغزية للجسم ففي الحالة دي بيكون الصيام غير صحيح يبقى إذن هناك ما في معنى الطعام أو الشرب طبعا معنى كده أن الإنسان اللي بياخد حاجات زي كده وهو مريض بيكون آسم لا طبعا ده معاه رخصة أنه هو يفطر ولو ربنا شفاه يقضي وإن كان مريض بمرض لا يرجى برقه فحيفدي يعني بيقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم لكن الصيام بيكون غير صحيح وعليه القضاء أو الفدية حسب طاقته أو حسب استطاعته يبقى احنا اتكلمنا عن حاجات وصيب في حادث ومحتاج لنقل دم ما فيش مانع أن يتنقله الدم لكن صيامه كده بيكون غير صحيح ومعنى أن صيامه غير صحيح ما ربنا يشفيه إن شاء الله عليه قضاء يوم ما كان هذا اليوم طيب احنا قلنا الأكل أو الشرب عمدا في نهار رمضان ما كان في معنى الأكل أو الشرب عندنا المفطر الثالث وهو أخطر أنواع المفطرات الجماع في نهار رمضان حتى وإن لم يحدث إنزال مجرد ما يحدث إيلاج ده بيكون اسمه جماعة بيوجب القضاء والكفارة القضاء يعني هو بيفسد الصيام وبيوجب القضاء يعني قضاء يوم ما كان اليوم ده والكفارة يعني صيام شهرين متتابعين ستين يوم متصلين أو إطعام ستين مسكينا للي ما بيقدرش يصوم ففي الحالة دي ما فيش تهاون لأن ده من أخطر أنواع المفطرات فالإنسان يتجنب مثل هذا الأمر لأن صيام ستين يوم متتابعين لو الإنسان فصل بدون عزر شرعي أو بدون عزر طبيعي في الحالة دي لازم يبدأ من الأول تاني لأنه لازم يكونوا متصلين أو متتابعين عندنا بعد كده المفطر الرابع إنزال المني عمدا في نهار رمضان سواء كان بالتقبيل أو المباشرة أو التفكير أو الاستمناء باليد أو غير ذلك ده بيفسد الصيام وعلى صاحبه القضاء وبيأسم صاحبه لأنه تجرأ على حرمة نهار رمضان المفطر الخامس القيء عمدا في نهار رمضان الإنسان اللي بيتعمد أنه يتقيأ فيضع إصبعه في حلق أو يغمز بطنه أو يشم روائح نفازة حتى يتقيأ الإنسان اللي بيتعمد القيء بيكون صيامه فاسد لكن إنسان مثلا تعب أو داخ وغلبه الغسيان يعني استقاء غصم عنه دون إرادة منه ده صيامه صحيح لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء يعني غلبه القيء أو الغسيان فصيامه صحيح يبقى إذن من استقاء عمدا فعليه القضاء ومن غلبه أو ذرعه القيء فصيامه صحيح ولا قضاء عليه عندنا المفطر السادس هو دم الحيط ودم الحيط ده بينزل على المرأة في أوقات معروفة هي وقت الدورة الشهرية وبتكون السيدة عرفها كويس وبيكون له لون معين ورائحة معينة وزمن معين ده ما بينفعش معاه إن الأخت تصلي أو تصوم أو تطوف بالبيت الحرام أو تمسك المصحف الحاجات دي معروفة لكن بتتجنب في وقت الحيط بيكون عليها قضاء الأيام اللي أفطرت فيها لكن مش عليها قضاء الصلاة لكن يجب أن أي امرأة أو أي أخت تفرق بين الحيط والاستحاضة لأن بعض النساء بيتعرضوا لحاجة اسمها الاستحاضة وهي نزول دم في غير وقت الدورة الشهرية وده ما بيكونش دم حيط لأنه بيكون في زمن مختلف وبيكون بلون مختلف أو برائحة مختلفة والاستحاضة ما بتمنعش المرأة من أنها تصوم أو تصلي وقد سألت حملة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة فقال إنما هي رقدة من رقدات الشيطان وما منعش المرأة من أنها تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمسك المصحف وهي في هذه الحالة من الاستحاضة بعد كده عندنا لازم نعرف أن الموضوع ده دقيق جدا يعني لو أن امرأة نزلت عليها قطرة من دم الحيط قبل غروب شمس يوم من أيام رمضان بلحظة فسد صيامها وعليها القضاء طيب واحدة تقول أنا خلاص الساعة بقت ستة والمغرب لسه عنه دقيق بسيطة ودي نقطة دم ما تأثرش لا لو أنت كده تبقي قاسمة لكن لابد أن كده الصيام باطل وعليك صيام يوم آخر حتى لو نزلت قطرة الدم قبل غروب الشمس اليوم من أيام رمضان بلحظة المفطر السابع ده من نفاس وده من نفاس ده اللي بينزل على المرأة عند الولادة أو عند الإجهاض يعني سقوط الحمل بشرط أن يكون الحملة مخلقا يعني يكون الحمل اللي سقط على هيئة جنين مخلق لكن لو لسه نطفة أو علقة أو مضغة الدم ده ما بسمهوش دم نفاس وما بيمنعش من الصلاة والصيام بتغتسل المرأة واتهر نفسها منه وتحكم الغطاء وتستمر فيه الصيام لكن دم النفاس اللي بينزل مع الولادة أو اللي بينزل مع الإجهاض في حالة أن يكون الجنين الساقط مخلقا على هيئة جنين هناك أشياء لا تفسد الصيام عايزين نقول من ناسي وهو صائم في رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يبقى اللي بيأكل أو يشرب وهو ناسي صيامه صحيح من احتلم وهو صائم في نهار رمضان وهو نائم صيامه صحيح وعليه الغسل الإنسان يجوز له أن يتسوق في نهار رمضان يعني يستخدم السواك استخدام السواك لا يؤثر على صحة الصيام المرأة التي تقوم بطهي الطعام يجوز لها أن تتزوق الطعام بطرف لسانها لطبط الملح دون أن تبتلع منه شيئا يعني مدام هتحتلز منه ما تبلعش شيء وعايزة تصبط الملح في الطعام يجوز ذلك ناخد اتصال من مدام سناء وبعدين نرجع تهلي إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك وليس لها حضرتك تايد ويعود عليكم بسيء وعلينا على الأمة الإسلامية وإياكم ربنا ورغبنا لديك الصحة وداما بخيط شيخنا ونورت الشاشة دائما وإياكم شكرا جزيلا بقول لها حضرتك بعد إذنك أنا باخذ أدوية كثيرة يعني باخذ مثلا حضرتك خمس خمس مرات في الصبح وخمسة مثلا بالليل ودهر النساء في نفسك الصرف إذنك حدثت من خلال السيام ربنا عافيك يا ربنا عافيك وصرف عنك كل مكروه حاضر حرود على حضرتك يا رب شهر نفسك عليكم الصلاة طبعا ربنا سبحانه وتعالى ألف القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر إذن عندنا هنا رخصة ربنا سبحانه وتعالى أعطى رخصة للمريض للمسافر للحامل للمرضع للطاعن في السن للمخرف إذن هؤلاء معهم رخصة والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب أن تقتى رخصه كما تقتى عزائمه أختنا الكريمة الطبيب أكر إن هي لازم تأخذ الأدوية وما تنقطعش عنها إذن انقطعها عن الأدوية بالنهار ده ممكن يسبب لها ضرر على صحتها أو يئزي صحتها أو يؤدي بها إلى الهلاك إذن هي هنا معها الرخصة إن هي تفطر وعليها إن ربنا شفاها إن كانت يعني المرض يرجى برؤو يعني يرجى الشفاء منه فهتقضي بعد ذلك أما تسترد صحتها لكن إن كانت مريضة بمرض لا يرجى برؤو من الأمراض المزمنة اللي إحنا عارفينها زي أمراض السكر والضغط والقلب الحاجات اللي هي مستمرة والإنسان بيكون محتاج معها أدوية زي الأنسلين وحاجات لازم ياخدها بصفة دائمة بصفة دورية في الحالة دي بيبقى عليها الفدية يعني إيه الفدية؟ ففدياتهم طعام ومسكين عن كل يوم تفطريه حتطعم مسكين طب أطعم المسكين ده إزاي؟ ده بيكون إطعام يوم كامل يعني لو حتطعميه في رمضان بتديله الفطر والصحور بتاعه يبقى كده أطعمته إطعام يوم كامل يبقى أنت برأت زمتك من اليوم اللي أنت فطرتيه عن كل يوم تفطريه تطعم مسكين طعام يوم كامل طيب طعام اليوم الكامل ده أنا حديله الفطر والصحور طيب أنا ممكن ما يكونش عندي استعداد أن أنا أطبخ أو أقدم طعام هل أقدم مبلغ من المال هو طبعاً عايزين نقول نقطة معينة جداً من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني كل واحد حسب استطاعته والأكل اللي بيأكله ما كونش أنا بأكل حاجات غالية السمن واجه أكل المسكين حاجة بسيطة جداً لازم يتناسب مع القدرة يعني الوضع الطبيعي أن المتوسط اللي قاله العلماء ممكن يقدر بنصف صاع من أغلب قوة البلدة يعني 8 كيلو ونص أرز مثلاً كيلو ونص أرز ده نصف صاع من أغلب قوة البلدة أو مبلغ يتروح من 15 ل20 جنيه كحد أدنى وكل واحد يزود حسب طاعته وإن استطاع يقدم الطعام يقدم الطعام أفضل وربنا يتقبل معنا اتصال من الأستاذ عمر صدر الأستاذ عمر السلام عليكم مزيك الشيخ نعمل إليه كل عام أهلاً بك يا أهلاً وسهلاً كل عام أنت بخير يا أصدر عمر سؤال بعد إذن أجل فضل تعطي عمر بالنسبة للصيام قبل رمضان يعني ينفع أننا نصوم يومين بس في شعبان طيب حاضر أجاوبك إن شاء الله فضل شكراً الأخ الكريم بيسأل عن الصيام قبل رمضان إحنا عايزين نقول إن فيه صيام تطوع وفيه صيام قضاء فلو أنت عليك أيام وبتخضيها اقضي في أي وقت ما فيش مشكلة لكن تجنب الأيام المكروه الصيام فيها وإحنا عارفين إن فيه أيام بيمتنع الصيام فيها أيام العيدين ممنوع فيها الصيام أيام التشريق ما ينفعش فيها صيام برضو يوم الجمعة منفرد بيكره الصيام فيه إذن إحنا عايزين نقول حاجة معينة أنت بالصوم في شهر شعبان كويس جداً الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكسر من الصيام في شهر شعبان ويقول إن هو بترفع فيه الأعمال ويحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان يعني مكروه لك إن أنت تصوم في النص الأخير من شعبان ليه؟ علشان تتقوى على استقبال شهر رمضان لكن المرأة اللي كان عليها أيام وعايزة تقضيها يجوز لها أن هي تقضيها حتى النهاية بس بتتجنب يوم الشك طيب هنرجع للأمور التي لا تفسد الصيام لا يفسد الصيام ببلع الريق يعني فيه إنسان ممكن يقعد يبصب كتير في نهار رمضان ويخاف أحسن يبلع ريقه يوم كده يفطر لا الصيام لا يفسد ببلع الريق أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق بلع الريق غبار الطريق غربلة الدقيق هذا لا يفسد الصيام وزي ما قلنا السواك لا يفسد الصيام تزوق الطعام بطرف اللسان دون الابتلاع لا يفسد الصيام عند شدة الحرارة هيجوز التبرد بالماء يعني لو الجو شديد للحرارة ممكن تتمضمض ممكن تتمضمض في غير وقت الوضوء آه يجوز ويجوز إنك تغسل راسك بالماء أو تغتسل بالماء أو تتبرد بالماء البارد ده ما فيش فيه أي مشكلة بس بشرط إن أنت تحترز من أن يصل أي قطرة من الماء إلى جوفك ما توصلش حاجة للجوف لكن التبرد بالماء جائز بالنسبة للناس اللي بتاخد نقط أو بتاخد كحل الكحل لا يفسد الصيام يعني الإنسان اللي ممكن المرأة يجوز لها أن تكتحل في نهار رمضان وهذا لا يؤثر على صحة الصيام شم الروائح الطيبة لا يؤثر على صحة الصيام لكن تتجنب البخور والدخان لأنه قد ينفذ إلى الحلقة بالنسبة للأطرة اللي بنحطها في العين هذه جائزة في نهار رمضان ولا تفسد الصيام النقط اللي بتوضع في الأزن نقط الأزن هذه جائزة في نهار رمضان ولا تفسد الصيام أما نقط الأنف النقط اللي بتوضع في الأنف هذه تفسد الصيام لأنها تصل إلى الجوف فالنبي صلى الله عليه وسلم عند وصفه للوضوء قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن هنا معبر ممكن يصل إلى الجوف إذن نتجنب نقط الأنف لكن نقط الأزن ونقط العين مباحة بخاخ الرب ولا يفسد الصيام لأنه يتبخر قبل أن يصل إلى الجوف غاز الأكسوجين يعني التنفس الصناعي لا يفسد الصيام هذا جائز القرص الذي يوضع تحت اللسان في حالة الأزمة القلبية هذا لا يفسد الصيام مدام الإنسان الصائم سيتحرز أو يحترز من بلع أي شيء قد يتحلل منه لكن القرص بيكون مغلف فما بيتحللش منه شيء والإنسان بيحذر أنه يبتلع منه أي شيء تفضل أستاذ محمد السلام عليكم أهلا بك يا أستاذ محمد تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلة أهلا بك يا أستاذ محمد تفضل يا باشا كل عام وأنتم من الله أقرب وعرف عطي أدوى من شاء الله وحضرتك والأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات نفس الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونتقبل منا رمضان إن شاء الله آمين يا رب العالمين أستاذ نحضرتك توطي التلفزيون أستاذ نحضرتك سؤال أحنا ورع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه مع حضرتك تمام ورع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه كان يصوم شعبان إبن القليل نعم طب كيف نوفق بين الرواية التي ورع عنها نعم أيضا أنه إذا انتصر شعبان فلا تصوم نعم وهل الحديث ده صحيح أم يعني بكي حاضر حاضر يا أستاذ محمد سؤال طيب الله يبارك لك شكرا جزيلا جزاك الله كل خير شكرا فضل الأستاذ محمد بيسأل سؤال طيب جدا أن الرسول صلى الله وسلم كان بيصوم أغلب شعبان وده حديث صحيح وما فيش مجال للتشكيك فيه ولما سئل الرسول صلى الله وسلم قال أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم والرسول صلى الله وسلم في حديث صحيح آخر قال إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان سيدنا الرسول صلى الله وسلم له خصوصية في العبادة والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصل الصيام مع أنه نهى عن صوم الوصال فلما سئل عن ذلك يعني بعض الصحابة سألوه وألوله أنك تصل يا رسول الله يعني أنت بتنهان عن صوم الوصال ومع ذلك بتصل قال من منكم مثلي أنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ففيه خصوصيات للرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة لأن النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان ليس نهي تحريم ولكنه نهي كراها من باب كراهة التنزيه أن الإنسان يتقوى حتى إذا دخل شهر رمضان يكون بكامل قوته ما يضعفش من صيام الفريضة لأننا ما ينفعش أن احنا نهتم بالنفل ونضعف في الفريضة وأما اللي عليه قضاء فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب أنه يستمر حتى نهاية شعبان وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يكون علي أيام من رمضان فلا أقضيها حتى يكون شعبان يعني بتكون السنة بتعدي عليها وتيجي في شهر شعبان تصوم الصيام اللي متأخر عليه بنتكلم أيضا عن الأشياء التي لا تفسد الصيام بالنسبة لمنظار المعدة بعض الإخوة بيسألوا عن منظار المعدة المنظار اللي بيدخل المعدة في الأصل لا يفسد الصيام لكن إذا كان مصحوبا بمادة دهنية تسهل دخوله إلى المعدة فإن هذه المادة هي التي تتسبب في إفساد الصيام لأنها تعتبر نوع من المواد المغزية فإذا نوصول أي حاجة مغزية للجسم بيفسد الصيام طيب بالنسبة للحقن الحقن عندنا على أربع أنواع فيه حقن للتداوي وحقن مغزية وحقن شراجية وحقن تخديرية حقن التداوي اللي هي للعلاج وليست للتغزية دي لا تفسد الصيام سواء كانت في العضل أو في الوريد أو تحت الجلد أما حقن التغزية زي محليل الجلوكوز ومحليل الملح ونقل الدم بالإبر والحاجات اللي زي كده فدي من المعروف أنها بتفسد الصيام لأنها بتدخل غزاء للجسم فبتكون بمعنى الأكل أو الشر الحقن الشراجية فيها اختلاف ولكن الرأي الأرجح أنها تؤثر على صحة الصيام وينبغي الاحتراز منها في نهار رمضان لأنها قد تصل إلى الجوف أما الحقن التخديرية فبنقول إذا كان البنك لا يغيب الصائم عن الوعي طوال النهار فالصيام صحيح يعني إيه؟ على سبيل المثال واحد راح يقلع درس فأخد حقن التبنك دي ما غيبتوش عن الوعي الصيام هنا صحيح ولا يتأثر إنسان بيعمل يعني جراحة خفيفة وأخد تبنك موضعي بحيث ما غابش عن الوعي الصيام صحيح في هذه الحالة ولا يؤثر على صحة الصيام بالنسبة لنزول الدم من الجسم نزول الدم بالرعاف الدم اللي بينزل من الأنف لا يؤثر على صحة الصيام كذلك نزول الدم بقلع الدرس لا يؤثر على صحة الصيام أو بشق الجرح إنسان اتعور مثلا تجرح في إيده أو في رجله ده صيامه صحيح وهذا لا يؤثر على صحة الصيام أحيانا بينزل نقطة دم بالشكة كده اللي بيعملوها لاختبار السكر في الدم أو ما شابه ذلك الشكة دي لا تؤثر على صحة الصيام حتى سحب عينة بسيطة كده بسرينجة صغيرة لعمل تحليل دم لا يؤثر على صحة الصيام لكن التبرع بالدم يعني إنسان بقى حيتخذ منه كيس دم كبير ففي الحالة دي ده بيفسد صيامه وعليه القضاء إيه يعني ما اتبرعش بالدم الواحد مريضه حيموت لا اتبرع طبعا علشان تنقص حياة إنسان لكن اعرف إن انت الوقت يأصبح معاك رخصة إن انت تفتر وعليك قضاء يوم مكان هذا اليوم ولا اسم عليك لأن انت بتدفع مضرة وإحنا بنقول إن عندنا قاعدة فقهية بتقول دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة أو ضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة أما التبرع بالدم فهو بيفسد الصيام قياسا على الحجامة لأن الحجامة فيها أخوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ناخد اتصال من الأستاذ عشري السلام عليكم دعم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا دكتور محمد يا أهلا منك يا أستاذ عشري أهلا وسهلا حدوثك عايز أسأل على المعادل الصخور يعني ما يفضل إنني أكون سهران والصحر وصل الفجر وإلى أنام وارجع أقوم للصخور وعايز السنة فيها هل النوم أحضر إن أنا نام وأمر الصحور وصل الفجر ولا أكون سهران والصحر وبعدين أصل الفجر وأنام حاضر تحضر شكرا كزيرة الأخ الكريم بيسأل عن موعد الصحور وطبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا السنة والصواب فقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا الصحور دي أداب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمها لنا في شهر رمضان لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا الصحور طيب نتكلم عن الفطر الأول الإنسان يعجل الفطر يعني بمجرد ما تسمع أزان المغرب تبدأ تتناول شيء بسيط وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيفطر على تمرات أو رطب بعدد واتري عدد فردي يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة عدد فردي وممكن يشرب حسوات من الماء يعني ممكن يفطر إن ما كانش تلاقي تمر ممكن يفطر على جرعات من الماء وبعد كده بيصلي المغرب ويكمل فطاره إذا كان فيه متسع من الوقت أو كان لسه فيه جوه ده بالنسبة للفطر إن الإنسان يعجل الفطر مش معناها إن أنا أعجل الفطر يعني أنا أعود أكل كتير مع بداية الأزان وأنسى صلاة المغرب ما صليهاش اللي خبيل العشاء بوقت ضعيف لا أنت شق صيامك بطمرات أو بحسوات من الماء وبعدين صلي وبعد كده افطر برحتك طب ده تعجيل الفطر أما بالنسبة للصحور قالوا أخروا الصحور تأخير الصحور يعني في الثلث الأخير من الليل وقت الصحر اللي هو الثلث الأخير من الليل اللي هو أفضل وقت بتتنزل فيه الملائكة المولى عز وجل يتنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ليجيب دعاء السائلين ويغفر للمستغفرين فالأفضل إن أنا ما الصحرش الساعة 12 ولا الساعة 1 وبعدين أنام وممكن أضيع صلاة الفجر لا أنت ممكن بعد ما تصلي العشاء وتصلي الترويح تنام وبعد ما تنام تقوم قبل الفجر بساعة مثلا على سبيل المثال وتبدأ تتناول طعام الصحور وتصلي التهجد إن استطعت ركعتين أربعة على حسب لأن طبعا القيام زي ما إحنا عارفين نعرصت صلى الله عليه وسلم زي ما قال من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدب من زنبه كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدب من زنبه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا طبعاً اللي بيصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل واللي بيصلي العشاء والفجر في جماعة كأنما قام الليلة كلها لكن صلاة الترويح صلاة القيام قيام رمضان من العبادات الجميلة جداً اللي احنا ما ينفعش ان احنا ننسبها لا في رمضان ولا في غير رمضان لأن العبادة دي تجعل صاحبها مستجابة دعاء وتطرد عن جسده كل مرض وداء العبادة دي تنور وجه صاحبها في الدنيا والآخرة وتجلب له من الله الرحمة والمغفرة ناخد اتصال من الأستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلاً وسهلاً أهلاً معاك فإنما أهلاً بك يا أستاذ أحمد كل عام وأنت بخير وأنت بخير يا أستاذ أحمد طيب بالنسبة لأقماع يا دكتور اللي تاخذ الشرعات تفسد صيام أمنع تفسد حاضر حاضر شكراً جزيلاً ماشي يا أستاذ أحمد تفضل الأخ الكريم بيسأل عن التحاميل أو الأقماع أو اللبوس أياً كان المسمى أولاً الأقماع الشرعية أو اللبوس الشرعي لا يفسد الصيام طب ليه إذا كنا بنقول من شوية أن الحقنة الشرعية ممكن تصل إلى الجوف لأن الأقماع بتزوب وتتحلل قبل أن تصل إلى الجوف وده كان كلام الأطباء بالنسبة للبوس الشرعي لا يفسد الصيام كذلك اللبوس المهبلي الذي تحتاجه المرأة لا يفسد الصيام كذلك الغسول المهبلي لا يفسد الصيام ولا يؤثر على صحة الصيام إذن إحنا عندنا حاجات معينة لازم نعرف أن الدين بتاعنا يصر فيها الدين يعني مش نفعش أن إحنا نتشدد في أمور لأن فيه ناس مرضى وفيه ناس تعبنين وفيه ناس لها ظروف صحية أما الإنسان اللي تعبان فعلاً وبيعجز عن الصيام وممكن الصيام يضره فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ادى له الرخصة وقال إن الله يحب أن تقتى رخصه كما تقتى عزائمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا آداب يجب أن إحنا نلتزم بها في شهر رمضان من الأداب دي لازم نحفظ اللسان يا جماعة حفظ اللسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش يعني ممكن إنسان يمتنع عن الطعام والشراب لكن يقعد يتكلم في سيرة الناس ويغتاب ويجتم ويسب يعني معنى كده يا مولانا إن الصيام فاسد لا الصيام مش فاسد لكن صاحبه آثم ونقص الأجر يعني إيه نقص الأجر يعني أساساً الصيام شرع علشان إيه شوف ربنا بيقول يا إيه الذين أمانوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام لم يشرع تعذيباً للنفس البشرية وإنما شرع تهذيباً لها لأن الصيام بيرتقي بالجانب الروحي في الإنسان فالإنسان يستخدم لسانه في ذكر الله ما يستخدمش لسانه في السب والشتم والصياح والضغيج والغيبة والنميمة والبهتان والكذب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من أصناف بيسيئوا استخدام اللسان منهم الخراصون والسقارون والمتفيهقون والمتنطعون يعني إيه الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة السرصارون والمتشدقون والمتفيهقون اللي بيدعوا الفقه ويفتو الناس بغير علم ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ده بالنسبة للمتفيهقون أما بالنسبة للمتشدقون اللي بيكتروا الكلام الكتير ويعودوا يتكلمهم كلام في الفاضي ويطلقون الكلام على عواهينه رسلاً بغير علم والمتنطعون الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هلك المتنطعون يعني المتشددون اللي بيحاولوا يصعبوا على الناس أمور دينهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف ناس بيطولوا في الصلاة في الإمامة قال إن منكم لمنفرين وقال إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة وقال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا طيب بالنسبة للخراصون القرآن بيقول قتل الخراصون الذين يتنبؤون بأشياء يبنونها على الظن مجرد الظن أبني حكم على إنسان بالظن تنبؤ غير واقعي غير صادق غير حقيقي قتل الخراصون أما السقارون اللي بيشتموا الناس باللعن يقول لي فلان الله يلعنك أو الله يلعن أباك أو أمك فدي مشكلة كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على شريعة صحيحة ما لم يظهر فيهم السقارون قالوا وما السقارون يا رسول الله قال قوم تحياتهم أتلاعن معنا اتصال من الأستاذة حبيبة السلام عليكم السلام عليكم أهلا بك أستاذ حبيبة السلام الشيخ جوزي ما بعرفت يا محنان قلب الميا هل بايفك في طيامه؟ طيب تفضلي شكرا جزيلا الأخت الكريمة بتتكلم عن موضوع يعني أشبه بمسألة الحقنة الشراجية والحقنة الشراجية العلماء اختلفوا واحتروا فيها وقالوا أن الحقنة الشراجية لو وصل منها شيء إلى الجوف تفسد الصيام وتؤثر على صحة الصيام لكن فيه بدائل تانية ممكن تستخدم بالنهار زي الأقماع فيه لبوس اللبوس لا يفسد الصيام اللي هي بنسميها التحاميل هذه لا تفسد الصيام فالأفضل في نهار رمضان أنه بدلا ما نستخدم الحقن الشراجية فبالنهار نخليها بالليل يعني بعد المغرب بعد وقت الإفطار ونستخدم الأقماع أو اللبوس حسب تعليمات الطبيب في الوقت ده حفاظا على الصيام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا شدة الاحتراس في نهار رمضان وإن كانت طبعا الحالات المرضية لا تعامل كمن يفطر بالأكل أو الشرب عمدا ده بيكون له مصيبة كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج السماوية رأى قوما معلقين من عراقي بهم مشققة أشداقهم وأفواههم تنزف دما تسيل دما فقال من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم يعني بيتناولوا الطعام والشراب في وقت الصيام ناخد اتصال من الأستاذ جمال السلام عليكم من البحيرة أهلا بك يا أستاذ جمال أهلا بحضرتك وكل أهل البحيرة أهلا بك يا أستاذ جمال وط التلفزيون يا أستاذ جمال لو سمحت عشان نسمع كويس أنا أعوز حضرتك حضرتك إحنا بنجي ساعة أداني للفجر بالظبط وبنشرب كلنا مية ساعة الأداني فهل ده يعني جوز أو فيه وز أو فيه اسم حاضر حاضر يا أستاذ جمال وقصة آخر بآخر يعني يعني آخر الإمساك يكون نمت مع مدفع الإمساك ولا جب الأدان بجب إيه حاضر وجزاكم من بوخص فضل الأخ الكريم بيسأل عن وقت الإمساك يعني بيقول أن بعض الناس مجرد ما بتسمع الأذان بتشرب مية والأذان بيأزن هو طبعا إحنا عايزين نتعلم حاجة القرآن قال لنا واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل مهم جدا أن احنا نتحرى وقت الإمساك طيب مدفع الإمساك ضرب هل خلاص ما عادش ينفع أن أنا أشرب أو أكل لا ينفع أنت معاك لغاية الأذان لكن بمجرد ما تسمع الأذان امتنع بمجرد ما تسمع الأذان في وقت التوقيت بتاعك لأن فيه فروق في التوقيت زي ما احنا عارفين فكل واحد بيكون عارف افرض أن الأذان أزم في الراديو لكن أنت في بلد التوقيت فيها متأخر شوي يجوز أن أنت تشرب أو تاكل والأذان شغال في الراديو ما فيش مشكلة لأن أنت توقيتك في البلد لسه مجاش بس تراعي برضه أن توقيتك في الفطرة حيتأخر شوي يبقى إذن احنا نراعي التوقيت وفي نفس الوقت مجرد ما تسمع الأذان مش مشكلة لو سمعت مدفع الإمساك وأكلت أو شربت هذا جائس لكن مجرد ما تسمع الأذان امتنع عن الطعام والشراب علشان تحافظ على الصيام وربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله من الأداب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا زي ما قلنا حفظ اللسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري جواز صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة إن الله يبغض يعني يكره كل جعذري جواز جعذري يعني فز غليز متغطرس متكبر يتعالى على قلق الله جواز يعني جموع منوع يجمع المال ويمنع الصدقات ولذلك احنا بنلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن احنا نخرج حتى في رمضان زكاة الفطر حتى غير القادر الإنسان البسيط بيخرج زكاة الفطر عنه وعن أهل بيته ودي إن شاء الله هنتكلم عنها في حلقات أخرى قرب نهاية رمضان كل جعذري جواز صخاب في الأسواق صخاب في الأسواق يعني عالي الصوت الإنسان اللي بيرفع صوته على خلق الله بيحب يزعق ويحب يرفع الصوت وبيعتقد أن دي قوة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وعلمنا إزاي أن احنا نتلفز ونترفق في الكلام وربنا سبحانه وتعالى قال على لسان لقمان في الوصية اللي كان بيقدمها لقمان ابن عنقاء بن سدون لولديه ثاران وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني تشبيه منفر بينفر الإنسان من الصوت العالي أو الصوت المرتفع إن الله يبغض كل جعذري جواز صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار يعني ينشغل طول نهاره بما يلهيه عن الصلاة حتى إذا ما جن عليه الليل فإنه يرتمي في فراشه دون ذكر لله فهو أشبه بالجيفة عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر كل همه أن يزيد رصيده المادية في الدنيا عايز بس يجمع أموال يشوف بقى معاه رصيد قد إيه كسب من التجارة دي قد إيه جابه ضاع قد إيه ده كل تفكيره لكن لا هم له أن يكون له رصيد من الأعمال الصالحة أو من الحسنات في ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة رغم هول هذا الموقف الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعا رأسه في حجر السيدة عائشة نكمل الحديث بس لما ناخد اتصال من الأستاذ علي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا سيدة عالي تفضل أهلا بيك يا سيدة عاليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستغذرناك بطر التلفزيون بس عشان نسمع كويس أسأل على معايد الزكاة حاضر أسأل على معايد الزكاة حاضر يا سيدة عالي حاضر تمام حاضر شكرا جزيلا شكرا يسعد تفضل الأخ الكريم بيسأل عن موعيد الزكاة طبعا احنا لازم نفرق بين حاجة اسمها زكاة الفطر وحاجة اسمها زكاة المال أو زكاة الزروع أو زكاة الرؤوس زكاة الفطر موعدها أن هي بتخرج في آخر رمضان وممكن أحسن وقت تخرجها فيه أنه هو يكون ليلة العيد لكن لازم تخرج قبل صلاة العيد لأن لو جات صلاة العيد عيد الفطرة أصبحت وخرجتها بعد صلاة العيد أصبحت صدقة وليست زكاة إذن زكاة الفطر موعدها بيكون في أواخر رمضان آخر تلات أيام من رمضان ويستحب أنها تكون ليلة العيد لأنها الفطر معناها أنك ربنا أكرمك بصيام الشهر وأفطرت فهي بتكون طهرة للصائم وطعمة للمسكين وطبعاً الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها تخرج صاع من أغلب قوة البلدة وبتكون للفقراء والمساكين وبيكون لها أحكام معينة حنستفيد فيها إن شاء الله أما بالنسبة لزكاة المال فدي بتكون بعد أن يحول عليها الحول يعني بعد ما يمر عليك سنة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان يعني أنت بتقول يا جوز أن أنا خرجها في غير رمضان طبعاً زكاة المال في غير رمضان لكن زكاة الفطر هي المرتبطة برمضان أما زكاة المال فإنها تجب على من امتلك مبلغاً من المال يصل إلى النصاب النصاب يعني 8-85 جرام دهب عيار 21 إذا كان معاك مبلغ ممكن تشتري بيه 85 جرام دهب في الحال ومر عليه سنة كاملة معاك مع برائة الزمة من الديون وتمام الملكية يبقى كده واجب عليك أن أنت تخرج عليه زكاة المال وبتقدر بربع العشر يعني عن كل ألف جنيه 25 جنيه في الحالة دي بتحسب زكاة المال بمجرد أن يحول الحول وتخرجها بعد تمام الحول أما زكاة الزروع وقت الحصاد زي ما احنا عارفين زي ما القرآن قال وقاتوا حقه يوم حصاده وفأولاً وأخيراً نتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ثلاث ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى ولذلك احنا عايزين نقول أن فيه غير الزكاة فيه صدقات وطبعاً زي ما رمضان شهر الصيام ورمضان شهر القرآن رمضان شهر الصدقات إذا وقف العباد في ساحة العرض على الله يوم القيامة نادى مناد من قبل الله على الفقراء فيقول لهم رب العزة انظروا إلى عباد هؤلاء فمن كان منهم قد تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخزوا بيده إلى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه إذن اتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بشربة ماء يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسبه الله فلا يجد في ميزان أعماله ما يدخله الجنة فيؤمر به إلى النار وبينما هو يساق إلى النار إذ يجد رجلاً يعرفه من أهل الجنة يقف في أرض المحشر فيقول له يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك في الدنيا شربة ماء فيقول هذا العبد يا رب إن عبدك هذا سقاني في الدنيا شربة ماء لا يقول أكثر من ذلك لأنه لا يملك الشفاعة فيقول له رب العزة فخذ بيد أخيك إلى الجنة فقد شفعتك اليوم فيه إذن ينبغي أن نراعي الفقراء والمساكين والضعفاء ولا نكون كما قال القائل كلوا واشربوا أيها الأغنياء وإن ملأ السكك الجائعون ولا تلبسوا السوب إلا جديداً وإن لبس الخرق البائسون ويا فقراء لماذا التشكي ألا تستحون ألا تخجلون دعوا الأغنياء ولذاتهم فهم مثل لذاتهم زائلون علينا أن نتصافى ونتسامح في هذه الأيام المباركة ونعمل بالوصية المحمدية القائلة أعف عن من ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخن من خانك نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه كل عام وحضراتكم جميعاً بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهد أبالكم وجزاكم الله خيراً لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بنا جدال